السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا العزاء اهلا بكم في عالم زراعة اشجر الفاكهة النهاردة مع ملكة الفواكه وهنشرح طريقة زراعة بزور المنجا وافضل وقت لزراعة البزور وافضل بزور ممكن ازراعها افضل الاصناف وبعض النصايح الهمة علشان تنجح معي شتلة المنجا لحد من منقلها للارض المستديمة اول حاجة للصنف اللي قدامنا هو صنف السكري ده افضل بزرع ازراعها في الكيس الصنف السكري لو انا زراعت البزرع بتطلع نفس الصنف بالضبط بيطلع صنف السكري وبينتج معي في خلال سنتين او ثلاثة من الزراعة في الارض المستديمة والتاني صنف صنف الزبدية ده برضو بيطلع نفس الصنف هو الاتنين بزور عديدة الاجنة صنف الزبدية برضو بيطلع نفس الصنف بس صنف الزبدية بيحتاج مياه عزبة شوية هو ممكن السكري يتحمل ملوحة ملوحة المياه لحد الف جزء في المليون بعد كده الانتاج بيال الزبدية ما بيستحملش الملوحة ديت باقصر شيء 800 جزء في المليون فالسكري ممكن ازراعه على مياه الابار لو عندي مياه الابار 500 جزء في المليون لان مع تقدم عمر البير ممكن الملوحة تتغير السكري ممكن يتحمل لحد الف جزء في المليون دي افضل بزور ممكن ازراعها وافضل وقت ازراع فيها البزور شهر تمانية البزور السكري في شهر تمانية وبزور الزبدية من اول منتصف شهر تمانية لحد منتصف شهر تسعة ممكن ازراع بزور الزبدية وبزور السكري ودي افضل اصول ممكن اطعم عليها اي صنف انا عايزه بالانتاج بيكون عليه كثيف جدا احنا بنطعم دايما عليه الاصناف زي الكيت القستن اي صنف بنطعم عليه السكري ثم الزبدية احنا بنشتري السكري من السوق ونجيب الصمرة ونضعها في التلاجة لان لو حطيت الصمرة في التلاجة نسبة انبات البزور بيقل جدا فمن الافضل اكل الصمرة وبعدين استخرج البزرة واشيل الغلاف الخشبي زي ما شوفنا اشيل الغلاف الخشبي وازرع البزرة بالاتجاه اللي احنا موضحينه علشان ده افضل اتجاه تزرع في البزرة الجزر المنجا جزر طويل لأسفل جزر وتدي بيتجه لأسفل بسرعة فلازم ازرع في كيس طويل وازرع بالاتجاه اللي احنا شوفنا عليه علشان ما يحصلش التفاف جزور في قاع الكيس او القصيص اللي احنا بنزرع فيه وطبعا احنا التربة اللي احنا بنزرع فيها تربة رملية مخلوطة باعة بسمها ضعود ويقديم متحلل او كومبوست بنسبة 20% بخلطهم مع تربة رملية واستبعد تماما التربة الطينية المنجا بالذات الشتلات ما بتحبش التربة الطينية الافضل التربة الرملية او التربة الصفرة اللي احنا بنستخدمها في البناء اللي هي تربة الصحرة ممكن ازرع فيها مخلوطة مع اي سماد عضوي قديم متحلل بنسقي الشتلة على حسب جفاف التربة غالبا يوم بعد يوم او كل يومين على حسب جفاف التربة وممنوع استخدم اي سماد كيماوي عندي لانه هيحرق الجزور والشتلة ممكن تموت ما استخدمش اي سماد كيماوي الا بعد سبع شهور من زراعة البذور لكن ممكن استخدم سماد التحالب رش ورقي بعد مثلا شهرين من الزراعة او اكتر شوية ممكن ارش ورقي تحالب بحرية او احمد او احمد امينية لكن استبعد تماما التسميد الكيماوي الا بعد سبع شهور من زراعة البذور دي نقطة مهمة وكتير من اخوانا بيوقع في المشكلة ديت بيسمد الشتلة بعد زراعة البذور مباشرة بيحرق البذور والورق بيتحرق وتبقى مشكلة كبيرة استماد العضو اللي احنا حطناه هو احنا بنزرع الشتلة كافي جدا لنمو الشتلة بس احنا ممكن ندعمه بالتحالب البحرية كرش ورقي او ممكن برضو نسمد الهيومك بكميات خفيفة جدا بس بعد سبع شهور من الزراعة بنحط الشتلة تحت ضل شجرة من ناحية شرقية وانتبع بالرأي وبعد مرور سنة من زراعة البذور ممكن ننقلها للارض المستديمة احنا ممكن ننقل شتلة المنجا للارض المستديمة في شهر 9 وشهر 3 وشهر 4 دي افضل اوقات ازرع فيها شجرة المنجا في الارض المستديمة فاحنا لو زراعنا في شهر 8 ممكن ننقلها السنة اللي بعدها في شهر 9 او ممكن ننتظر لشهر 3 اللي بعده يعني بعد سنة من الزراعة البذور او سنة ونص ممكن ان ننقلها للارض المستديمة بالطريقة اللي احنا شايفنا ودي زراعة المنجا من البذور بكل بساطة مفيش اسهل من كده من اسهل الاشجار اللي ممكن ازراعها من البذور شجرة المنجا صنف السكاري صنفي جميل جدا انصح باي حد يزراعه في البيت وبرضو صنف الزبدية جميل بس اكتر يميل للعصير وصنف برضو صالح للاكل وجميل جدا بس فيه الياف كتير لو انا استخدمه كاكل لكن عصيري ممتاز جدا ومعظم محلات العصير بتشتغل بصنف الزبدية اهم حاجة في زراعة شتالات المنجا اللي انا احطها في مكان شبه مظلل تحت شجرة مثلا من ناحية الشرقية وتابع براي والتسميد زي ما قلنا بعد سبع شهور من زراعة البذور وممكن استخدم التحالب البحرية او الهيومج بكميات بسيطة جدا صنف السكري بينتج صمار بعد زراعتها في الارض المستديمة بسنتين او ثلاثة بالكتير وصنف الزبدية بينتج صمار بعد مرور ثلاث سنوات او اربعة دي زراعة بزور المنجا بكل بساطة اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة دمتم في رعاة الله وامنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة